لما بتخاف بتكتب؟ بحب اكتب أنا وخايف بحب اكتب أنا وزعلين يعني متل ما قلت أنا مضبوطة؟ ما بعرف لي حسيت هيك من كتبك يمكن إنه بحس تقدر تعطيني إحساس لما تخاف لما تفرح لما تنجح لما تفشلت؟ كزا مرة ياه وين فشلت؟ فشلت يعني اليوم بتطلع فيهن بتطليعة غير بس وقتها يسموا فشل يعني كتابي الأول نرفض من كل دور النشر اللي قدمت عليهم قاتي رفض طفل الحرب عملت منه ثلاث أجزاء وكان بعمل أربعة وخمسة إسراراً لأنه نرفض أول واحد وقتها هو كان فشل لما عم تبعث كتابك وحدا يقلك مرفوض هذا بوقت هيعتبر فشل ندمه؟ اي اكيد ندمه حقيقة ندمه؟ كانت على تواصل شخص محدد كندي هو لما تقدم له كتابة بتذكر لأن أول رفض يعني أول رفض دائما له طعمة ثانية أخذنا عنده لقابله شخص كان صديق لألي وأعطينا الكتاب قاعد هيك بالبش بالصفحات أم قال بتذكره قال كتير ما فيه ندوج ما فيه ندوج ما فيه ندوج قلت له أنه عمري 24 سنة يعني أي ندوج بدي أندج بالجرني قال لي أول شي لغة لتريتشر تبعك مش دارس أنت لتريتشر قال لي قال لي كتير ضعيفة بتعدد الفوكاب كتير الكلمات نفسها بتعدد المفردات زيتا عدت ذكرت شو كان عم بيحكيني وهيك والليوم عندي عقدة حلوة منها أنه أنا عم بكتب حاول ما تكرر حالي بعطي أشهر وأمرار بأريكا سنة لكوّن الشخصيات قبل ما اكتبها ورجع هلأ بأريكا زيني طالع على كندا بعد كم يوم لتور هونيك للكتاب إجا هو زيته حاكي مع نفس الصديق أنه فينا نعمل إفنت عندي بالكومبني شو أكيد بالطبع نعم نعم قلت له أكيد لسببين يا أمه أنه أنت تنسى أنه ما بدر تدلو إيها أنه صوت أو حتى عينه لك أنا وين صرت نعم سوا نعم حب أنك حقيقي وصريح نعم سوا يعني أكيد لحط على عينه مش رايح براية السلامي بالمئة مؤاتلة وبنفس الوقت بوقتها يمكن شف شي بس بتشكره يعني هاتاني وقتها ملاحظات أخذت بحين لأتيب أكيد أكيد بأول رواية لألك أو دعني قبل أن أفوتها أول رواية إلى أن أصدرت أول رواية لألك وهي ثلاث أجزاء هلأ بنحكي عنه مرأ من سنة سبعة وتسعين إلى سنة الألفين بالألفين حصدت لأب ببداية حياتك قائد الغد كيف يعني؟ صدقته؟ أول شي ما كان بس لأب لأن كان طرد هو البرنامج كندي تبادل طلاب تبادل طلاب ويأخذوا أربع طلاب من كل العالم البرواسس له فيها درس وفيها امتحانات وإنتربيوز وهيك بس كنت كتير محمس لكل خطوة أقول يعني بآخر مرحلة منا اجتمعت مع بروفسور بجامعة يورك بكندا اسمه ريتشل وقتا ريتشل عم تعمل معي الفاينال انتربيو وكنت ملبك لأنه هي الفاينال انتربيو وهيك لما فتت لعنده قلت له قلت له ريتشل أنا كتير ملبك عم برجه فهون قامت نسيت المقابلة وصارت بداد قلت له ريتشل